حدثنا حسن بن موسى حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتنا عن جنادة بن أبي أمية أنه قال على المنبر برودس حين جلد الرجلين الذين سرق غنائم الناس فقال إنه لم يمنعني من قطعهما إلا أن بصر بن أرطأت وجد رجلا سرق في الغزو يقال له مصدر فجلده ولم يقطع يده وقال نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن يزيد قال حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتنا عن جنادة بن أبي أمية قال كنت عند بصري بن أرطأت فأتي بمصدر قد سرق بخطية فقال لو لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن القطع في الغزو لقطعتك فجلد ثم خلي سبيله حدثنا هيثم بن خارج تحدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبص قال سمعت أبي يحدث عن بصري بن أرطأت القرشي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة قال عبد الله وسمعته أنا من هيثمين موسيقى موسيقى